مجلس إدارة النادي الآلي تعامل مع هذا الملف ولكن في إطار محتاج نشرحه إن أنا أشرحه للناس في الفترة الجاية لأن إدارة النادي الآلي بالتأكيد زي ما كان لها الصبق في فكرة التعامل من خلال عقد اجتماع مجلس إدارة بنظام الفيديو كونفرنس كمان كان فيه متابعة لبعض المستجدات والملفات الرضية الفترة الجاية ولكن في إطار أن كل إدارة تقدم تصور أو تقوم بدورها في الفترة القادمة عشان تقدم لمجلس الإدارة برنامج أو مشروع تعامل في الفترة اللي جاية مع الأحداث الرهنة بالنسبة للفترات القادمة العمر متعلق بالإدارات التنفيذية بتكلم في مدير النشاط الرياضي بتكلم في مدير القرى الخاص طبعاً به الفريل أول لقرة القدم بتكلم في مدير قطاع الناشئين بتكلم أيضاً كمان في مدير الأكاديمية في النادي الأهلي كلهم في مجال عاملة هيقدم تصور خلال الفترة اللي جاية لمواجهة تدعيات أزمة فيروس كورونا خلال الفترة القادمة وما يترطب عليها من توقف النشاط هذه الاجتماعات وهذه التصورات بالتأكيد سيتم تقدمها لمجلس الإدارة لم تبعد هذه الملفات مستقبلاً ومدى تأثير انتشار الفيروس وتوقف النشاط على قطاع الناشئين على أكاديميات النادي على الفريل الأول لقرة القدم على النشاط الرياضي كل جهة أو كل إدارة أو كل مسؤول هيقدم التصور للمجلس خلال الفترة اللي جاية عشان من خلاله تقدر تتخذ قرارات كلًا في جهة عمله سواء من الناحية المالية من الناحية الإدارية بكيفية استيناف النشاط بكيفية العمل بالأحداث القادمة على حسب تصور كل مسؤولة هيقدم في الملف بتاعه التصور اللي شايفه بالنسبة للمرحلة اللي جاي ترجمة نانسي قنقر